25 شوط هذا هو أولها هذا هو الشوط الأول الرئيسية المفتوح في هذا اليوم وفي هذا الصباح الجميل نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل المشاركين في هذا اليوم يوم الأحد العشرون من شهر سبتمبر لعام 2020 الثالث من شهر صفر لعام 1442 للهجرة هكذا مشاهدين الأعزاء أيها الحفل الكريم يستعد هذا الشوط الأول الرئيسي وهكذا ينطلق مشاهدين الأعزاء على الهواء مباشرة عبر قناة الريال الفرائية عبر قناة الكاس وعبر موقع الأبرقة لسباقات الهجن ينطلق أقوى أشواط الحقائق في هذا السباق المحلي الثاني شوط مفتوح نتمنى التوفيق والنموس والخير لكل المشاركين والمتعة وطيب المشاهدة للمتابعين في كل مكان مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول نذكر بأن مسافاته هذا اليوم هي الاثنين كيلومتر المقدمة مباشرة ومن تحتل المركز الأول الفائزة تتقدم لسالم بن سعيد بن محمد بن قطامي على المركز الأول بينما دور دور المركز الثاني وصلت إزعار تتسلل إزعار لجار الله بن جابر بن حسين البريدي يتابعها سلمان في التضمير المركز الثالث تتقدم السويحلية لحمد بن إبراهيم النعيمي مع المركز الثالث تليها على المركز الرابع انهوى لناصر بن سعيد بن حول على المركز الرابع الدور دور المركز الخامس صد ما تتقدم لمحمد بن عبدالله بن حسين البريدي الشوط الأول شوطنا الرئيسي يا مضمرين بدأ الجهوز شاهدنا في السباق المحلي الأول توقيتات ممتازة وبهذا السباق المحلي الثاني توقيتات أكثر امتياز وذلك دليل على جهزية للملاك من وقت مبكر لخوض غمار منافسات هذا الموسم الموسم الملتهب المقدمة مباشرة عندك يا بن قطامي مع المركز الأول ناموس الشوط المفتوح غير 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 يا بن قطامي غير يا مسرف غير بينما المركز الثاني يصل النعامي ابراهيم بن حمد النعامي مع شعاره يقدم لنا السويحلية ارصد المركز الثاني التسلل الخطير مزبونة جابر بن فهيد الزبدان الله يا راعي مزبونة زبرها للشوط الرئيسي ذخرها للشوط الرئيسي هذه مزبونة عن الكادر الفوقاني عن الهواي مباشرة السويحلية ومزبونة ناموس الشوط الرئيسي ناموس الشوط المفتوح أقوى الحقائف مزبونة 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 عندك يا السويحلية أيضا صاحبة نقطة في السباق المحلي الماضي ولكن مزبونة مع ناموس الشوط الأول الرئيسي أقوى الأشواط جابر بن فهيد بن محمد العفرة مع المركز الأول ولكن النعامي المحاولات الله يا سلام مزبونة السويحلية ناموس الشوط الرئيسي المفتوح وصلت وضوح ولكن مزبونة 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 تهانينه والناموس لمالك مزبونة جابر بن فهيد بن محمد الزبدان تهانينه والناموس المركز الثاني أسوحلية حمد بن إبراهيل بن حمد الرمزان النعيمي المركز الثالث المركز الثالث وضوح حمد بن علي بن سالم الجربوعي المركز الرابع المركز الرابع وصلت أبعاد دراشد بن محمد بن عبدالله الزقيبة المركز الخامس المركز الخامس وصلت فيه صعايب لصالح بن محمد بن سعيد النابت تهانينا والناموس لمالك مزبونة جابر بن محمد بن فهيد العفرة من قدم مزبونة على ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي وبالمناسبة مزبونة هي وصيفة هذا الشوط الرئيسي في السباق المحلي الأول السباق المحلي الماضي واليوم تحقق ناموس هذا الشوط الرئيسي المفتوح تهانينا والناموس دقيقتين توقيت مزبونة 55 ثانية 54 جزء من الثانية تهاني والناموس لمالك مزبونة جابر بن فهيد بن محمد زبدال المركز الثاني وصلت السويحلية اللي ما قصرت السويحلية قطعت المسافة في دقيقتين 55 ثانية 62 جزء من الثانية تهاني والناموس لحمد بن إبراهيم بن حمد الرمزان النعيمي المركز الثالث وصلت وضوح قطعت المسافة في دقيقتين 56 ثانية 40 جزء من الثانية تهاني والناموس لمالك وضوح حمد بن علي بن سالم 57 الجربوعي تهانينا والناموس لجميع الفائز